بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى ملئت حرسا شديدا وشهبة وتكلمنا شيء عن الحرس الشديد والشهب ولكن يعني بقي في الكلام بقي قلنا وتوعدنا أن نستكمل إن شاء الله الكلام عنه في الحلقة القادمة وها نحن إن شاء الله نكمل ما تركناه أو ما أبقينه لضيق الوقت في قول الله تعالى حرسا شديدا وشهبة أولا الحرس هنا حرس لفظ مفرد ومعناه جمع أي المراد بها الحراس مثل خدم وخدام كما يذكر الزمخشري وكما يقول الشربيني يقول وإن كان لفظه لفظ المفرد ولكن معناه معنى الجمع ولذلك جاءت شديدا ولذلك نلاحظ أنه مثلا الله سبحانه وتعالى قال عليها ملائكة غلاظ شداد لكن هنا قال شديد شديدا هنا قال شداد وقالوا بلنا فوقكم سبع شداد أيضا ما قال شديدة وأيضا هناك يعني مثلا في سورة يوسف قال لا تزرعون ثم يأتي سبع شداد يأكلنا ما قدمتم سبع شداد جاءت أيضا شداد فقال أهل التفسير قالوا يعني جاءت هنا حرسا شديدا وإن كانت لفظة الحرس لفظ مفرد لكن جاءت شديدا شديدا مناسبة للفظ وليس على المعنى ولو أراد المعنى لقال حرسا شدادا إذا أراد معنى الحرس على معنى الجمع لقال شدادا لكن بما أنه لفظ الحرس فيه معنى الإفراد فقال حرسا شديدا هذا أولا كأنه يعني هو أيضا جاء نعت كما ذكر أهل التفسير قال ذلك القرطبي بالذات يعني قال هنا أي أنه كل حارس منهم فيه من الشدة العظيم وذلك أفرد اللفظ لبيان عظمة الموقف أنه الحرس كل واحد منهم فهو شديد وذلك قال شديدا على هذا المعنى ولم يقول شدادا ونلاحظ أيضا أنه هنا لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن السماء وقال وأن لمسنا السماء فيما أخبر عن الجن بقولهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبة نلاحظ أنه في سورة الصفات في كلامه عن السماء قال وحفظا من كل شيطان مارد هناك قال حفظا وهناك قال حرسا والفرق يعني ربما واحد يقول ما الفرق بين الحفظ والحرس الحرس هو الحراسة هي مداومة الحفظ الحراسة هي مداومة الحفظ والاستمرار عليه وحتى يكون مثل المهنة فالحارس هو الذي يقوم ليلا وغالما لما يكون ليلا وقد يستعمل في النهار أيضا لكن الغالب فيه الاستعمال ليلا فالحراسة هي استمرار الحفظ أما الحفظ فليس فيه معنى الاستمرار ولذلك هنا لما يعني سورة الجن لما كان الكلام عن مسألة عن مسألة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما استجد في أمر السماء فقال هنا حرسا شديدا وشهبة بينما هناك الكلام لم يكن عن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام على التخصيص أخص السياق الآيات فجاءت وحفظا من كل شيطان مارد على ما جعله الله حفظا في السماء ويقول العلماء الحرس الحرس يعني الحراسة والحرز يعني حرزة وحراسة اشتباه هذه الألفاظ يؤدي لاشتراك المعاني لكن قالوا غالبا الحرز يستعمل للأمتعة والحرس غالبا يستعمل والحراسة يستعمل غالبا في الأماكن فقال ملئت حرسا شديدا وشهبة والشهاب هو كل ضوء ساطع وكل شعلة ساطع كما قال سيدنا موسى في سورة النبل بشهاب قبس لما قال لأهلهم كثوا قال سأتيكم من هذه النار التي عراها بشهاب قبس لعلكم تصطلون فالشهاب هي الشعلة من النار المضيعة وتطلق أيضا على السنان رأس السنان أيضا تسمى شهاب على اعتبار أنه لما له بريق يشبه بريق النار وتطلق أيضا على شعلة النار كما قلنا شهاب على اعتبار أنه لها نار ولها ذيل من النار وكما ذكر ابن عاشور قال والشهب هي ما ينفصل عن بعض النجوم الذي نسميه نحن الآن في اللغة المستعملة الآن نقول عليه النيازك هذه النيازك وقد ذكر شيء منها الإمام القرطبي قال أيضا ما ينفصل عن الكواكب في مداراتها تسمى هذه شهبا نعم وهو كل شيء له ذيل وله يعني شعلة من نار قالوا أنه هذه هي الشهب التي جعلها الله حرسا شديدا وشهبا منهم من قال أنه الحرس هم الشهب هذا قول ومنهم من قال الحرس غير الشهب وهناك فرق بينه وسنفصله عندما نصل إلى شهابا رصدا أيضا هناك من قال على أنه كلمة شديد شديدا وشهبا شديد على وزن فعيل يعني ربما البعض يقول أنت قلت أن حرسا معناها لفظها مفرد ومعناها جمع جاءت على اللفظ وليست على المعنى وهناك من قال أيضا قالوا أنه شديدا على وزن فعيل ووزن فعيل يستوي فيه الجمع والإفراد يعني نقول امرأة جريح ورجل جريح وامرأتان جريح ونساء جريح ورجال جريح فوزن فعيل يستوي فيه الجميع فحتى لو قال يعني شديدا فسواء أريد المعنى أو أريد اللفظ يصح الكلام نعم هكذا خرجه أهل التفسير نعم قال وشهبا أي أنه الشهب التي كانت تلحق بالشياطين وبالمرد من الجن في تسلقهم واستماعهم إلى أخبار السماء هناك قول جميل أيضا يقول يعني ذكره القرطبي يقول ولعل الشهب يعني ربما بعضنا الآن سيقول يعني أنتم تقولون الشهب ونحن الشهب هي في أماكن بعيدة جدا يعني عن عين العين الإنسان فهي في مدارات بعيدة جدا حتى عن مجال الأرض فهل أن الشياطين تصل إلى ذلك المكان أو أن هذه الشهب هي ستنفصل سنتكلم عن هذا لكن هناك قول جميل أن الشهب ربما تكون شعلة شعلة من نار تلحق الشياطين نظنها شهابا لأنها لها شكل الشهاب ولكنها شعلة من نار تقذفها الملائكة على الشياطين نعم قال حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء هذا الإخبار من الجن يخبرون يخبروننا عن أمر لا يمكن أن نعرف حقيقته ولا نعرف عن ما كانوا يفعلونه لولا أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى كما يعني نقل عن إخبارهم أنهم أخبروا عن حالهم أنهم كانوا يعني يقعدون مقاعدة للسماء قال وأن كنا نقعد منها مقاعدة للسماء الشياطين المردة كيفية يعني كيف تسمع ربما يسأل سائل فيقول كيف تسمع الجن أو مردة الجن كيف يسمعون أخبار السماء يعني ما هي الآلية التي يسمعونها في حديث البخاري و يعني لو لم يكن في حديث البخاري حقيقة لا ربما استغربنا من ذلك لكنه موجود في صحيح البخاري أن الجن كما ورد أنه إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي أو تكلم الوحي يقول أخذت الملائكة تضرب أجنحتها خضعانا بما قال كجر السلسلة على الصفوان مثل ما يعني الصوت كسحب سلسلة على الحجر كيف يكون الصوت هذا فتضرب الملائكة أجنحتها فتقول الملائكة ماذا قال ربكم يقول تقول ماذا قال ربكم فيجبون للذي سأل قالوا الحق وهو العلي الكبير فما زال كل أهل سماء ينقلون ماذا قال الله إلى السماء الأخرى حتى تصل إلى السماء الدنيا ثم ذكر سفيان في شرحه الحديث قال فكانوا يصطفونها كذا وفتح أصاب يده اليمنى أي أنه يركب بعضهم بعضهم وهذه ذكرها الآلوسي وذكرها الإمام الخازن في تفسيره من قبل الآلوسي قال هكذا يركب بعضهم فوق بعض حتى يسترقون السمع ثم يأتي الشهاب فينقل أحدهم النقل إلى الأخرى في الخبر هل يموتون أم يبقون هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في تفصيل آخر نعم فينقل الخبر أو ينقلون الخبر بينهم وفي رواية البخاري أيضا عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت أن الملائكة تتحدث في العنان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تتحدث في السماء في الغيوم وهذه يعني حالة أقرب من الحالة الأولى الحالة الأولى مكانات عميقة في السماء أما الحالة الثانية لا تتحدث الملائكة في الغمان بما أخبر الله فتسترق المرض من الجن والشياطين يسترقون السمع في تلك الأماكن فيوقرونها في أذن الكاهن كما يوقر السقاء يعني يجعلوه في أذنه كما يغلق السقاء في المغلق له قال فيجعلونها في أذنه الجميل أن ابن تيمية رحمه الله قال قولا جميلا يحدث في المجموع في الفتاوى قال أنه كيف يعني الكاهن يرى الأشياء ويخبر من الجن بالأشياء طبعا من تيمية ما قال على قضية التلفزيون ولا على قضية الشاشات ولكنه قال كلاما يفهم منه هذا نحن لا ننكر أن الجن لهم قدرات عظيمة ولهم خبرات حتى في البناء وفي أشياء كثيرة وهذا ما صرح به القرآن يعملون له تماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وبناء وغواص إذن هم فيهم الغواصين والبنائين وأصحاب الخبرات الكبيرة وهم لا شك أنه سبقون في الزمن فلا شك أنه التراكم العلمي ربما يكون عندهم بشيء آخر أو ربما يكون متطورا عنه يخبر بن تيمية بالنص يقول أخبرني بعض من كان يتعامل مع الجن فقال كان الجن يجعلوني أرى الأشياء كالزجاج على الماء يعني شاشة مثل الزجاج وتحته ماء يقول فأرى الصور والأشياء أمامي وهذا تقريبا وصف قريب من وصف التلفاز أو وصف الأجهزة الحديثة التي نحن الآن بصددها والكلام عن ابن تيمية رحمه الله يقول فأسمعوا الخبر منهم ثم أكلمهم فيصلوا أو تصلوا يصلوا كلامي إلى المستغيث بي الكلام عن هذا الشيخ الذي يحدث ابن تيمية رحمه الله لذلك لا نستغرب أن تكون الجن لهم قدرات خارقة ولهم أشياء كثيرة وهذا يعني شاهد ما ذكره ابن تيمية في قضية أنه ربما يكون التطور قد وصل عندهم في أشياء كثيرة آلية إصابة الشياطين والمرد من الجن في يعني الشهب التي تصيبهم هذا سنتكلم عنه إن شاء الله نعم لكن يفهم من هذا أنه في السماء هناك بقاعد والقعود هو أن يكون نصفك الأعلى قائما وتجلس على نصفك الأسفل وفيه معنى الملازمة لأن القعود يختلف عن الجلوس ففيه معنى الملازمة والبقاء مدة طويلة أي أنه ربما كانوا يجلسون في تلك المقاعد مدة طويلة ينتظرون استراق السمع لأنه قاعد غير جلسة القعود فيه معنى الإطالة والجلوس فيه معنى القصر والدليل على هذا نقول فلان جليس الملك ولا نقول قعيد الملك لأنه يجلس عند الملك فترة قصيرة ثم يخرج فنقول جليس الملك ولا نقول قعيد الملك كذلك القعود لما كان عن قيام والجلوس لما كان عن اتكاء قال كان متكئا فجلس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال وقول الزور وشاهدت الزور نعم فهناك فرق بين القعود الجلوس كثير لكن الشاهد هنا في هذا الأمر أنه قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع نقعد منها مقاعد للسمع أي أنهم كانوا يطيلون المكث في ذلك المكان مدة طويلة ومنها مقاعد أي كأن هناك أماكن مخصصة بحثت في التفاسير فوجدت قول عند الإمام ابن الجوزي ينقله عن عطية يقول بروج السماء بروج السماء هي أماكن وجود الحرس أماكن وجود الحرس من الملائكة الذين يترصدون يترصدون من يستمع من يستمع من الجن والمرضى من الشياطين لذلك يعني مقاعد السمع هنا يبدو أن هناك أماكن مخصصة كانوا يجلسون ويطيلون فيها الجلوس آلية السماء وكيفية السماء يعني نحن حقيقة يعني وما أوتيت من العلم إلا قليلة والأمور الغيبية لا نستطيع أن نحكم بها أنه كيفية الجلوس الشياطين والجن آلية أي أجسامهم ليست كأجسامنا نحن ربما نحتاج إلى يعني أماكن نتكع عليها ما يكون بالنسبة لنا مجلسا أو مقعدا لكن الجن والشياطين أجسامهم غير أجسامنا ولذلك مقاعدهم يعني تناسب أجسامهم ولكن القرآن صرح بصراحة واضحة وأننا كنا نقعد منها مقاعد السمع أي نطيل الملازمة لمكان ما بمثابة المقعد والمجلس لهم كأنهم ينتظرون هناك لمدة طويلة مقاعد للسمع قال ابن عشور قال اللام هذه يعني لأجل السمع أي يجلسون لأجل السمع لأجل أن يتسمعون ولذلك يعني أيضا سنفصل الكلام في قضية أنه الجن هل يعني يسمع ولا يسمع لأن الله نفع عنهم التسمع قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب وهنا قالوا أنه نقعد مقاعد للسمع والسمع غير التسمع وغير الاستماع وسنتكلم عن هذا قال مقاعد للسمع فمن يستمع الآن الآن تغير الوضع ولذلك قالوا الآن هنا كما قال ابن عشور قال الآن بمقابل ماذا كنا أي كنا أما الآن فلا أي كنا سابقا نجلس أما الآن فلا مجالس ولا مقاعد للاستماع والآن وإن كان اللفظ يعني هو حالي لكن يستعمل أيضا للمستقبل أي أنه الآن ومستقبلا يعني لن يسمع أحد وهذه فيها إشارة على انتهاء الكهانة على الأرض وأيضا موضوع الكهانة أيضا من المواضيع التي يجب الكلام عنها لأنه يعني ربما البعض يقول ما زال بعض الإخبارات موجودة عند بعض المتنبئين الذين يخرجون علينا في التلفاز فيشغلون الناس بتنبؤات عام كذا وكذا وقد يكون شيء منها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعني يسترقون السمع ويخلطون معه مئة كذبة فيخبرون بمعلومة واحدة صادقة ومعها مئة كذبة ولكن الناس ينسون كل الذي يعني قاموا أو سمعوه من الكذب ويتمسكون بماذا باللفظة الواحدة أو الكلمة الواحدة التي قالوها حقا وهل الكهانة قطعت أم ما زالت موجودة أيضا سنفصل فيها بمبحث بسيط سنتكلم عنه إن شاء الله نعم قال فمن يستمع الآن أي أما الآن فلا استماع ولا جلوس لأن الأمر يعني الآن قد ملئت حرسا شديدا وشهبا الذي يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا الشهاب تكلمنا عنه أما الرصد فالرصد هو الحفظ والترقب للمكان كما قال تعالى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة فالرصد هو ترقب شيء لحضوره فهو فيه معنى الرقابة وفيه معنى الحفظ وفيه معنى تربص للشيء نعم قال يجد له شهابا رصدا أي أنه بمجرد ما يقرب من تلك الأماكن التي يستطيع التسمع بها فإنه يعني يرصده شهاب لحرقه أو لقتله حتى أن الإمام الرازي يقول وبعض الشياطين أو بعض المرد من الجن إذا أصابه الشهاب فلم يقتله يتحول إلى غول يضل الخلق في البراري هكذا العبارة عند الإمام الرازي ذكرها والأحداء عليه نعم قال يجد له شهابا رصدا هنا يعني مجموعة من الأسئلة والبحوث التي يجب أن نتكلم فيها أولا جزئية المهمة جدا هل كانت الشهب موجودة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها كانت غير موجودة حقيقة القول في هذه المسألة اختلف فيه أهل التفسير اختلافا كثيرا ولكن سنتكلم ونخرج بالراجح من أقوال أهل التفسير أولا يعني الراجح أن ابن جوزي وغير ابن جوزي واجهض من قبله وبعض المفسرين قالوا على أنه الشهب هذه ما كانت ولا وجدت إلا بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهي من آيات الله العظيمة على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ولحفظ القرآن لأنه الأصل أن وجود الشهب هو جاءت لحفظ وعدم خلط الكهان مع الوحي حتى لا يأتي الكاهن فيخبر الناس بشيء من أخبار الله سبحانه وتعالى فيما يحيه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لذلك يعني حتى لما تكلم النبي مع ابن الصياد قال خبأت لك خبيئا فابن الصياد يعني ما استطاع الشيطان أن يوصل له جميع النبي خبأ له سورة الدخان فابن الصياد ما استطاع شيطانه أن يقول له ما خبأ له النبي قال الدخ يعني لم يكمله الدخان واضح فقال النبي عليه السلام اخسأ يا العين لن تعدو قدرك هنا يلاحظ أنه ما استطاعوا أن يسترقوا استراقا كاملا لمسمى السورة وليس فقط ليس لما موجود فيها مجرد مسمى السورة ما استطاعوا أن يسترقوه استراقا كاملا لذلك أنه أهل الشهب كانت موجودة قبل النبي عليه السلام والبعث قال أنه حتى أن النبي عليه السلام يعني نحن في العراق نقول عن اسم أحمد نقول أبو شهاب بالعامية نقول أبو شهاب حتى البعث قالوا أنه يعني قرن الشهاب الشهب بمولد أحمد عليه السلام حتى يعني أصبحت كنية سيدنا محمد عليه السلام كما يعني ذكرها البعث أنه قيل أحمد أبو شهاب على اعتبار الشهب ما كانت إلا بمولده صلى الله عليه وسلم والكثير المفسرين قالوا إنما كانت الشهب بالبعثته صلى الله عليه وسلم وهذا الراجح من أقوال المفسرين أن الشهب كانت ببعثته عليه الصلاة والسلام والخلاف ما زال على أنه هل قبل بعثته كانت موجودة الشهب أم لا ويحتجون بعدم يعني الجاهظ يقول لا يوجد في أشعار الجاهلية من تكلموا على سرعة الأشياء بالشهب كما تكلموا عن السرعة بالسيل وغير ذلك والريح كما تكلمت الشعراء نعم والرد على هذا والحقيقة أن الشهب كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تكن موجهة موجهة للشياطين والمرد فهي شهب يعني من جعلها الله من سنن خلقه في وجود النجوم والكواكب ولكن لم تكن لقضية يعني قذف الشياطين هذا أولا الثانيا أنه ذكر الزمخشري وغيره وكثير مفسرين على أن هناك يعني كثير من أشعار الجاهلية تدل على أنه كأوس بن حجر الطائي وغيره تكلموا بأبيات شعر في على الكواكب والشهب وغير ذلك فهذا يدل على أنها موجودة أضف إلى هذا وقبل كل شيء حديث النبي عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وموجود في الترمذة أيضا كان جالسا عليه الصلاة والسلام فرأى شهابا في السماء قال ما كنتم تقولون عن هذا أي أنه هذا كان موجود في الجهلية قالوا نقول أن هذا يحدث لموت عظيم أو ولادة عظيم فقال أن هذه النجوم لا توجد أو أن هذا الأمر لا يكون لموت أحد أو لحياته إنما إذا تكلم الله بالوحي والحديث معروف أنه يعني يتكلم بالوحي فتسترق الشياطين فيقذف الله سبحانه وتعالى عليها بالشهب كذلك يعني أصل المسألة قيل أنه كما يذكر ذلك القرطبي وابن كثير والطبري أنه يعني الشهب هذه لما كثرت إنما كثرت بمبعث النبي ووجهت إلى الشياطين ولذلك الراجح من الأقوال أن الشهب وجدت كانت موجودة في السابق قبل النبي عليه الصلاة والسلام إنما زيدت لأنه الإمام الرازي ماذا قال قال في قولها ملئت حرسا شديدا وشهبا على أن كان فيها موجود حرس وشهب ولكنها غير مملوئة إنما زيد وملئت في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الراجح أنه إنما زيد في ملء الحرس والشهب وشدد في حراسة السماء بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الكلب كان يقول أن السماء لم تحرس ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة فحرس ثلاث سماوات بمولد عيسى عليه السلام ثم حرست السماوات جميعا بمولد النبي محمد أو بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الكلام بقية إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة بعوني تعالى إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته